ولسه مكملين كلام عن الألعاب الرياضية أو الترفيهية الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة جوانب فنية ورياضية متنوعة في الحقيقة ومن أبرز الفعاليات الرياضية دي كمان كانت المصابقات وسباء السيارات أو الموتر ويك واللي حازت على إعجاب الجمهور في العالمين وسط أجواء حماسية كبيرة جدا معينا دلوقتي الأستاذ محمد سمير المدير التنفيذي لموتر ويك يا مساء الفل عليك يا محمد مساء الفل أهلا ومحمد حكي لنا عن موتر ويك أكتر المشاركة فيه كانت عاملة إزاي الأجواء في العالمين كمان قد إيه مختلفة وحماسية موتر ويك مش أول سنة في العالم عالمين تاني سنة مع المهرجان بدأنا السنة اللي فاتت كان عندنا سبع سبعات كانت الفكرة بالتعاون مع الشركة المستحدة طبعا ووزارة الشباب والرياضة إن إحنا نخلي رياضة السيارات موجودة ونقدر إن إحنا نتوفها وتتطور والطور موجودة في العالمين وذينت العالمين تعددنا أكتر كمان بالإنفرستركشور اللي فيها وبالطرق والأماكن المتاحة اللي نقدر من إحنا سبعات السيارات نحتاجة أماكن معينة علشان تقدر تتنفذ فالحمد الله قدرنا سنة اللي فاتت السبع سبعات المجاح كبير جداً نتج عن التعاون ده فتنادي كان عندنا 12 سبع وعمشتها مختلفة للسيارات موجودة في المهرجان يعني الحمد لله إن شاء الله سنة جاية أنا معجبة قوي بالتراكس يعني التراكس المعمولة دي بجد فورميلا يعني حاجة محترمة جداً وحاجة شكلها كويس قوي التنفيذ ده المهرجان العالمين خليناي أقول مهتم جداً به والقائمين على المهرجان مهتمين بكل التفاصيل دي قد إيه فرق مع المتسابقين يعني طبعاً فرق جداً مع المتسابقين الاهتمام اللي موجود بيهم إنهم هم شايتين تراكات مختلفة أو شايتين اهتمام إعلامي طبعاً التراكات إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ننفذ فيها شروط الأمان اللي مطلوبة ليهم فرق جداً إن هو يكون بيسابق وحاس إن هو متأمن يعني يقدر إن هو يقص أمان غير إن هو يكون بيجري في الشارع أو بيجري في مكان غير مجهز أو بيثابق في مكان غير مجهز خلينا نقول بدل بيجري طاقة موجودة ورياضة موجودة في العالم كله والحمد لله قادرين إن نهاية نقدر ننفذ بالشكل ده في العالمين طبعاً فارق معه كتير جداً ومفصلين جداً 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 مين الفايزين كلمنا أكتر عنهم؟ الحقيقة يعني إحنا لسه مستمرين في فعلياتنا فبكرة إن شاء الله هيكون في بس هو الفايزين خلي بالك إحنا 12 سباق عندنا وكل سباق جواهة كتيريز أو يعني يعني هل في طيب مشاركة من جنسيات مختلفة؟ أه طبعاً عندنا السنة دي السنة اللي فاتت ما كان مش فيه كثير السنة دي عندنا جنسيات كثيرة من الدول العربية شقيقة واجنبية الفكرة كلها بس إن إحنا كانت البداية السنة اللي فاتت النجاح اللي وصلنا له السنة اللي فاتت ويتخلى الناس كلها ناصفة معنا وتتشارك في معرجاتنا وتتشارك في السباقات سباق فكرة مختلفة موجودة على مدار عشر كيام بيجزب كل محدين تسيارات في العالم كله أن هما يكونوا قادرين يكونوا موجودين في upwards buddy ده هنا في العالمين مع جو العالمين أنه هو يكون بيمارس الهواية اللي بيحبها أو الرياضة اللي بيمارسها من الزبط هواية وهن هو يكون موجود بيقضي آج turbine وبيتصرق على اتباقات مختلفة وبيجرب السباق بتاعه أو بيمرس السباق بتاعه إن تكون هاب للموتور سبورت في منطقة إن شاء الله وده اللي تشغلين عليه هنا شايفين في الحقيقة مش بس السبقات العربيات يعني فيه الموتور سبورت بشكل عام ليها تواجد كبير قوي في مهرجان العالمين كل يوم بنتابع حاجة جديدة يمكن نبرح كان فيه سبقات الجيبرز وكل يوم فيه حاجة جديدة يعني كل الشكر لك أستاذ محمد سمير المدير التنفيذي لموتورويك وكل التوفيق أكيد بتمنى توفيق للمتسابقين المشاركين فيه 12 سباق وأكيد إحنا ننقل أول بأول كل حاجة بتحصل هناك في الفعاليات الرياضية